لمزيد من الإضاحة ينضم إلينا من عمان محمد طعاني الأمين العام للهيئة العربية للطاقة المتجددة سيد محمد مرحبا بك معنا في نشرة الرابعة أولا كيف لي أن أنتج كهرباء في منزلي وأبيع للحكومة بعد ذلك سيدي بنشكر إحنا محطة العربية على تحت النهاية الفرصة نحكي عن موضوع الطاقة الشمسية طبعا الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء هي موجودة تقريبا من عشر سنين أو أكثر في دول العالم المتقدم وطبعا نشكر مبادرة السعودية لأنها السعودية رائدة أصبحت في هذا المجال وهذا ليس غريب على المملكة السعودية كونها بدأت في خطوات متسارعة جدا خصوصا بقيادة صاحب السمو الملكي لولي العهد محمد بن سلمان في تبني برامج الطاقة المتجددة أو الطاقة النظيفة والتالي وجودها على المنازل سيضيف نقل نوعية أن هذه الطاقة الموجودة بحكم أن معظم الدول العربية من ضمنها المملكة العربية السعودية في الحزامة لكن كيف يعمل المواطن على ذلك؟ إيش الإجراءات؟ بطريقة سهلة هل من السهولة على المواطن أن يعمل ذلك؟ هل ينشئ محطة للطاقة الشمسية؟ نحتمد على الطاقة التقليدية اللي هي طاقة الطاقة الإحفورية اللي من البترول ومن الغاز سيدي محمد تسمعني قل لك أن تضع السماعة في وذنك لكي تسمعني جيدا حط السماعة أستاذ محمد بس على أساس كمان تسمعني أنت الله يدي السماعة ركب السماعة ركب السماعة بس الله يخليك أستاذ محمد يا سيدي ركب السماعة أستاذ تسمعني أيها كده ممتاز تسمعني جيد الحمد لله تسمعني من السماعة أكيد طيب كويس الحمد لله أنا كنت أسأل أنه هل من السهل على أي شخص أنه يعني ينتج طاقة شمسية من منزله هل الأمر سهل طبعا سهل وبسيط طبعا أنا لا تستغربوا أنه الأردن كنا نستورد أنظمة الخلايا الشمسية من المملكة العربية السعودية قبل 15 سنة يعني ما شاء الله عليكم أنتم سباقين في صناعة أنظمة الخلايا الشمسية وبالتالي معظم المنازل أنا بتوقع السعودية رح يتقود الوطن العربي في تطبيقات الطاقة الشمسية وتوليدها للمنازل لأنها سهلة رح تكون العملية سهلة وبالتالي أي مواطن أي مواطن جيد جيد خلينا نأخذ التفاصيل أنا ودي بس أفهم منك بشكل محدد الآن كم بتكلف مثلا أي مواطن يريد أن ينتج طاقة شمسية في منزله الآن مبلغ تقريبي بالسعر العالمي يعني بالدولار مثلا كم يكلف به طبعا إحنا إذا بننقيس على المنازل اللي يعني تقريبا مقارنة بالأردن يعني المنزل بده ثلاثة لخمس كيلو وهذا السعر العالمي إله تقريبا بحدود الخمس ألاف دولار بين ثلاثة ألاف لخمس ألاف دولار أو طبعا الخلايا الشمسية كل كيلو يعني حتى يعمل محطة صغيرة في بيته لإنتاج الطاقة الشمسية أو ما أدري كيف نمكن نسميها فهو سيدفع خمس ألاف هذي سيدفعها لمرة واحدة ولا لمرات متعددة أو كيف يعني لا ما شاء الله سؤال منتاز الثمنها رح يدفع لمرة واحدة وراح الخلايا الشمسية هي ظل تنتج على مدار 25 سنة يعني هاي الخلايا الشمسية رح تنتج 25 سنة مجانا والدفع رح يكون وهذا رح يستفيد منها في البيت ويكون فائض ممكن أنه يبيع للحكومة بعد كذا طبعا ويعني كمان أنا يعني الكويس بالموضوع أنه رح يكون عنده فائض يعني مش بس أنه رح ينتج الطاقة الكهربائية اللي هو بعتازها رح ينتج طاقة زيادة ورح يشبك على الشبكة والفائض رح يكون في دخل إضافي يعني يحقق له الاكتفاء الذاتي حتى يستغني من الكهرباء العادية إذا ما أنتج طاقة شمسية في بيته الآن بكل الأجهزة الموجودة عنده وفي نفس الوقت هل في تجارب عالمية يمكن لأخذ بها في هذا الإطار ممكن نستفيد منها أي شخص ينوي ذلك طبعا التجارب العالمية نستطيع أن نأخذ اليابان وألمانيا وبريطانيا وهولندا معظم دول أوروبا لأن هذا النظام تقريبا شغال من سنة الألفين وبالعكس الدول الصناعية الكبرى التي هي G20 والجي 8 يعني حطوا حوافز خضراء أنه كمان الطاقة الشمسية المولدة من الطاقة الشمسية بعطوا الكيلوات كم حيبيعوا المواطن للحكومة بعد كده كم سعر الكيلو حيبيع للحكومة هل فيه اتفاق على سعر معينة؟ أتوقع إذا راح يكون فيه حوافز وإشي بديهي من المملكة السعودية أنها تعطي حوافز أنه راح يكون ضعف القيمة العادية للكهرباء وبالتالي هذا بيخلي المواطنين يقبلوا أكثر على تركيب أنظمة الخلايا الشمسية حتى يحقق تروى شكرا جزيلا لك من عمان محمد الطعاني الأمين العام للهيئة العربية للطاقة المتجددة شكرا لك شي لسمعها الآن تفضل اشتركوا في القناة